طيب التوبيك ايت احنا فيها اوبربيو اه او ميديكيشن ثيرابي مانجمنت اخفصوها الامتي ام داتا سي. كيف نعمل الميديكيشن ثيرابي مانجمنت. هلأ عنا بالبداية اه في المخدمة بالعريف الاتا مانجمنت سي. اه ديزيز بيز قايد كوندكتينج اميديكيشن ثيرابي ديزي. يعني المرض اللي اه المشكلة اللي تكون عند البيشن هي اللي بتعطينا قايد او بتدلنا كيف اه نمشي بالميديكيشن ثيرابي مانجمنت. فكل الاتا اللي انا بحتاجها اه بقدر يعني اه اجمعها من المريض اعتمادا على الدزيز الموجود عنده او المشكلة اللي هو يعاني منها. هي اللي بتوصلني او بتقودني لانه انا شو المعلومات اللي مكتوب. فا اه بقولنا اي لازم تكون المعلومات فيها. اه تتجمع. اه طبعا المعلومات لازم. يعني من الكيس اللي قدامي. وغطى كل الكور 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 هي إليمنت الاساسية في ال متي ام او الموجودة عند المريض. بشكل مترابط. يعني اشوف كل اللسان بزيطة حصاته الى اخر. بدي عمل لستة بادويته. كل اللي عملت. كل الركومنتيشن. بعدين محتاجين او رفيرل. يعني اه شو كان عنده اه بالفلان شو عنده مشاكل بدحل. بدي اعمل الانتربنشن زي ما مشنا. اخر شي لازم اعمل عندي بالاہ ، اه الائتاتاتاته ساعة الانتروديكشن من داتا سيت. الانتروديكشن لازم احكي عن مجموعة مقاطع. يعني لما ابلش في الدزيز اللي عند المريض. اكتب بالبداية. شو لازم اتغطي لازم اتغطي يعني اعرف المرض الموجود عند مريضي. يعني شو في عوامل شو في المسببات لهذا المرض عند مريضي. شو في متوقعة. شو الترابيوتيك نحددها والترابيوتيك فيلر برضو نحددها. يعني شو في احتماليات اني انجح بعلاج المريض اتماد عن اللي حعطي. او اني كون في فيلة دلتل. هاد واضح اندي بالاقزامبل اللي هاد. الاقزامبل هاد بشرح او الكيس اللي عندنا. شو عرفت منه بالبداية? عطى ان ناجح جزء الناس بتنظيم كان سيء يتسبب بعد الترابيوتيك و ابنية ب Ryan دياء عطيهم السيء. درجلة الناس كان هناك هاد بyan للاد seçح موضي هالي طيب الكيس بإroc COL اوves حدو اسثلين كيباكت something dissy Luط او لعب Ö بار damitيكو فيいる الترابيوتيك بأتش można حدو كان من الأموضيوتيك Tool المصطلحات او التعريف الاساسية لكلمة لازم اعملها لسا يعني احط شو فيه مسببات عند مريضي وفي عندي لازم اكتبهم واش كمان هذا كله لازم نحكي عنه بالإنترودكشن يعني ببداية شغلنا في الامتي ام طبعا كله بعتمد على الكيس اللي بتكونه بتعمل الكور إليمنت بتاعة الامتي ام اسموهم لا اكتر من يعني جزء او تصنيف سنقول البداية هون كور إليمنت وان يوضح نحكي فيها عن كومبريهنسف ميديكيشن تلتو او بدنا نعمل كومبريهنسف ميديكيشن تلتو في مجموعة من الاسئلة نطرحها بتجاوب بتجاوبنا او بتجمع لنا المعلومات المطلوبة بهذا الكور إليمنت الكوستشنز هاي اسئلة بتقين بزيزة ستيت يعني شو وضع المريض بأي لذن مثلا هو وشو الأدوية اللي بستخدمها السؤال الثاني To ask for prevention and assessment of medical emergency يعني اذا في احتمالية medical emergency كيف انا امنعها بصمرا انها نصير هاي عند المريض واذا هو جاي بحالة emergency كيف اقيم الحالة هلا اه في عنا سؤال كمان لازم to anticipate from patients و اه living room language يعني استخدم اللغة اللي المريض بتهمها تمام؟ يعني لازم لما انا بس المريضي عشان اخذ بتاثر هاي يا جماعة استخدم language اللي استوعبها او يعطيني المعلومة اللي انا طالب اسئلي هاي عشان انا قدر اجاوبها لمريضي محتاجة اعمل interview interview يعني مقابلة مع المريض اذا محتاجة effective patient interview to identify a medication عشان اقدر احدد شوهم بمشاكل شو في اه نقاط همه بدي اركز بيها اه بحكي ان التحضير او full preparation for the interview is critical خاصة اذا كان عندي new experience provider يعني اذا كان الصيدلان مثلا او health care provider جديد على الموضوع جديد على الموضوع mtm data theory لازم يكون محضر مني هاي بديهية يعني اي حدا يكون جديد بمجال معين ومفتوض يكون فهم the full preparation عشان ال interview اه بطريقة توصلني the practitioner should encourage the patient to ask questions and to have an active rule يعني مش بس انا اسأل كمان مريض يسأل كمان احفز او اشجع المريض ان هو يسأل عن اي شيء فاهمه او اي معلومة مثلا ممكن تقدر عباله ها ممكن تفيدني انا في حالة المريض يعني اسئلته ممكن انا تجاوبني او تعزيني معلومات زيادة ما تكون واضحة عن الحالة medical terms are unmeaseless or uneasy words for patient to understand عشان هيك ركترس واتلتهم استعمل lay language او ما نسميها living room language انه كثير من ال patient ال level of education ال level of education ما بتساعدهم من انتهم وميديكال فادي ما بصير احكي مع المريض انجليش ما بصير احكي له medical jargon كلمات معقدة صعبة مش رح يفهمها لا بستخدم lay language اللغة اللي هو بستوعبها بوصلت له المهدد the provider must be familiar with living room language or lay terminology for example معطيكم هون كيف لازم يكون احنا لغتنا بسيطة لما احكي له المريض diuretic ممكن ما يفهمش يعني diuretic بس قلت له water pill نفهمها تمام فهي هي النقاط المهمة عشان انا اطلع او بانترفيو احصل منها المعلومات او ال data اللي احتاجتها لاجاوب عن ال questions هاي واخد عنا هون مجموعة من ال questions اسئلة مثلا نفلنا اياها as disease related questions or questions direct to the patient aim to help or prevent or plan for emergency هنشوف من البداية فوق disease related questions عندي السؤال الاول how long have you had high blood depression مثل مثل السؤال اسئلة اللي بتتعلق بال disease اول شي how long have you had hypertension يعني قديش الى عندك هاي المشكلة او ممكن اسألها بطريقة ثانية when we when you where when were you diagnosed انت تشخصت بهذا هاد بعطيني عن قديش المريض الو كم سنة عنده المشكلة السؤالة الثانية الممكن استخدمه اللي هو what do you know about the risks of uncontrolled blood pressure هون بشوف مدى إدراك المريض لا الخطورة انه يتعالج ما يتعالج او ما يتزن اسأله انت بتعرف شو فيه risks of uncontrolled blood pressure ضل ضغطك عالي ما ينزل او ما تاخد ادويتك بتعرف شو الممكن صير فبفتح discussion بطريقة طرح السؤال حالي how often you can how often do you check your blood pressure at home كم مرة بتشيك على blood pressure انت بالبيت هل بتروح مثلا بتحاجع بس بالعيادة تقيس ضغطك ولي عندك جهاز بالبيت وبتشيك بتشوف فاك تمام او لا فهاي كل هاد يزيز تريد بتفتح النقاش عشان تقدر اجمع اكتر دات وبعان الدات هلا questions direct to the patient والهدف منها بتكون to prevent or help in emergency زي عنا بالسؤال الاول what are the signs of heart attack or stroke and what is your action plan لانه الpatients اللي بتكونوا with hypertension بكونوا risk of heart disease مثل heart attack stroke الى اخرين فهل المسؤال احنا من المريض ما بتعرف شو في warning signs يعني يعني علامات بتبين عليه او اعراض تدل على انه هو عم تعرض ل heart attack لازم يراجع emergency department have you fallen أو felt dizzy or had or racing heart wind getting up from sitting or lying down هاي العراض كلها شو دليل على ايش هاي يوضر يؤقت او دخة اه عندك او عندك رائسنج هارت اللي هي تكالكارديا هاي كلها صعيمز على ممكن او مشاكل هاي الكارديا فكلها لازم انتصن متأكبه انه مريض مدرك هاي الامة السؤال الثالث هاي مهمة فهي مهمة لأنه F is hospitalized due to hypertension يعني هو عنده high risk لأنه يرجع يدخلي emergency case جديدة لو يصير عنده complication معي تمام؟ فهي الأسباب تسحل علي أخذ المعلومات الآن بالمقابل في أسئلة commonly asked by patients يعني المريض نفسه بيسألني ياه مثل ايش؟ ممكن يسألني what is high blood pressure? what cause high blood pressure؟ شو هو الضغط؟ شو بسببه؟ شو سبب ارتفاع الضغط؟ what health problems are associated with high blood pressure؟ شو المشاكل الثانية اللي ممكن ترتبط بالhigh blood pressure؟ او تأثر علي انا اذا عندي مشكلة hypertension why are blood pressure medications so important؟ يعني ليش انت مركز اني لازم اخذ الدواء واخذه cronically واخذه بوقته؟ شو الفكرة؟ وشو اهميه بالmedication؟ I can't tell when my blood pressure is high can I just help my medication if I feel okay؟ وهذا السؤال كثير بنسأل يعني الناس اللي مش بصر في فكرة انه high blood pressure is a chronic disease ممكن من حاله يقرر انه هو اتحسن اذا تغطر يومي لقي الميح في وقف الدواء او اذا كان يعني احدا شوي بيجي بسأل يعني انا اخذ الدواء هاد مثنان شهر او اخذه سبوعين اذا تحسن ضغطي خلص اوقفه حي الاسئلة كلها لازم انا اكون اذا فارنسس قادر على اني اجاوب مريضي عليها تمام؟ اذا core one او core element number one هي comprehensive medication review يعني انا اخذت كل المعلومات هاد من خلال هاي الاسئلة جمعتها حوالين المرض والعلاج اللي مريض ما شاء او disease state اللي عندي بها هلا core element number two اللي هو عندي هون core element number two فيها بنجمع ايش؟ personal medication list اه sample personal medication list اه 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 بتكون مكتوب الليست هاي بال CMS standard format او بالformat معين design اللي شاكينه قدامكم اه طبعا الشكل اللي مكتوب قدامنا او موجود قدامنا على slide هو اللي بنظم كيف personal medication list طلعوا كيف مكتوب عندي ادوية المريض اللي اا 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 اول شي اا اختصار لا اسم المريض وتاريخ ميلاده بعدين عندي ال medication اللي هو ماشي عليها الا لأ كونه مريض اا patient فبالتالي هون ماشي على مجموعة ادرياء وواحد منهم هو ال hydrochlorothazide اللي هو عبارة عن اا diuretic 25 mg tablet ااا طلعوا كيف الاسئلة اللي موجودة ضمن هادا الكور بتعلق بكل medication بقول لي how i use it سؤال وجنبه جوابه فبهاد الطريقة انا بضمن انه المعلومات كلها كاملة عن الدواء كيف ااخد الدواء take it one tab اا every morning why i use it for blood pressure او water pressure ال prescriber اللي هو كتب الدواء مين اسمه والبداية استخدام الدواء when when i stop using it اا why i stop using it هاي السؤالين هدول لازم مني شو مكتوب جمعهم لاحظوا نكتوب leave a blank for patient's note يعني المريض يكتب هلا فيه جزء انا جاوبت عنه اللي هم المعلومات هم عن الدواء والجزء هاد المريض يكتب عشان اذا وقف الدواء انا اعرف متى وقفه وليش وقفه انه فعليا لها دكولولترزاج ما بصري وقفه من حالك هذا اللي يكتب هلا الدواء الثاني اللي هو ماشي عليه 2.5 مليجرام كابسول نفس الطريقة طلعوا كيف سؤال how i use it take one capsule every night at the time ليش مستخدمه for blood pressure meaning the subscriber with date of starting واخر شي تارك له date of stopped and the date of a while you stopped طب هلا قيلنا هون only medications used to treat the specific disease and its complications بتكون ضمن هاي الليست يعني لو ما اخد قدرية تانية ما هاش علاقة بالها البطنشان انا ما بحطها هون انا بكتب هون medications اللي related للدزيز او complications اللي جاي من الدزيز يعني مضاعفات فالدزيز play language must be used when creating pml او الدواء personal pml اللي هي personal medication list استخدمه lay language طلعوا كيف كاتب كاتب بأسلوب بسيط كاتب له كاتب فهدا بسلوب كتير سهل او اللغة هاي سهلة عشان المريض يقدر ياخد الفكرة او يستمر بحطة لغة صحة كمال؟ core 3 تكمل ولا في حد بحطة لسأل واضحة بامور مقب 20 معي احنا هيك حكينا عن اول two core elements من MTM اول core كان فيه عن comprehensive medication with you core كان في personal medication list core number 3 core element number 3 عبارة عن medication action plan يعني عبارة عن عبارة عن البلان اللي انا بدي امشي فيه مع المريض يكون برضو حسب standardized format او الفورمات او الفورمات او الفورمات اللي شايفين بالتالي اه طلعوا هون كيف medication action plan او اختصروها كيف مكتوبة اول شي date prepared مكتوب التاريخ المقصود what we will talk about انا ايش انا بدي احكي بهذا الaction plan or we had a medication action plan i really need to see how the new medication or medicine is working for blood pressure what i need to do and what i did it i did and when i did it what i need to do يعني check blood pressure at home at least three times briefly write down my blood pressure at a love book and bring a love book with me على clinic شو هاي شو هاي النقاط هاي نقاط انه شو لازم يعمل المريض what i did and when i did it need a plan for patient يعني عنده ادام المقاط اللي هو لازم يعملها وانا تركتله مجال او space يكتب فيه عمل هاي الاكشنز ولا لا هاي الaction steps بتاعت الpatients او for patients with a specific disease يعني هون الaction هاي لا الhypertension او لا الhypertension او لا الhypertension او بقول لي only a few of the most important action steps should be listed so as not to overwhelm mutation provide should use a plain language or provider نفس الشي لازم استخدم plain language اللي هو اسم نفس الوقت ما اعطي كتير خطوات او حكي كتير زيادة اضيع المريض لا اكمن نقطة مختصرين وواضحين عشان يقدر مريضي يطبق النقاط الموجودة اضمن انه هو بهمها تطبقه تمام؟ معي يا جماعة اه حد اوقف هون يوم الاحد ان شاء الله منعمل revision سريع الموضوع منكمل وبلكن منعطي نعطي كيس او بلتال ثاني غير الhypertension ومنمشي فيها بنفس ال elements او بنفس الاسطوق عشان نقدر نفهم الموضوع في اسئلة انا حابة وقت لحد هون بصراحة